ثمنت سعادة السيدة أمنا بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني جهود جميع الشركات العقارية والبنوك المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثالثة وما أبدوه من تعاون كبير وحرص على توفير قاعدة كبيرة ومتنوعة من العروض التمويلية والمشاريع السكنية بما يوفر فرصا مواتية أمام المواطنين جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها سعادتها لمعرض التمويلات الإسكانية المنعقد في مجمع سيتي سنتر البحرين والذي يستمر حتى السابع عشر من فبراير الجاري بحضور مسؤولي الوزارة وبنك الإسكان حيث اطلعت الوزيرة على مستجدات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال المشاريع والعروض التمويلية المتاحة في المعرض كما اطلعت الوزيرة على مستجدات إطلاق منصة بيتي العقارية والتي تشير قاعدة البيانات إلى وجود إقبال لافت على زيارة المنصة والتعرف على المشاريع والعروض التمويلية المتاحة هذا وأعربت الوزيرة الرمحي عن ترحيبها بانضمام عدد من الشركات العقارية للمشاركة في المعرض ومنصة بيت العقارية مؤكدة أن ذلك يساهم في تنويع الخيارات والحلول السكنية أمام المواطنين مشيدة بحجم الشراكة المتحققة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين ومحققته برامج الشراكة من نتائج إيجابية في توفير ألاف الخدمات الإسكانية للمواطنين اشتركوا في القناة